إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نافذتنا الثانية مع ضيفنا سعد دكتور سلطان الاعتبي حديثنا حول عاشرة فضائل وعبر مرحبا دكتور سلطان إياكم الله يا مرحبا انتهينا قبل قليل من الهجرة النبوية وما زلنا وإياكم والمشاهدين في شهر الله المحرم وحديث حول فضائل عاشرة والذي سيكون في هذه السنة يوم الخميس بإذن الله عز وجل التاسع عشر من شهر ثمانية لعام 2021 يوم 11 بتوقيت أم القرى كما أعلن ذلك المحكمة العليا في المنونة العربية السعودية ولذلك كما تعلم بأن الفضل في صيام التاسع مع العاشر من أراد صيام التاسع مع العاشر فيصوم الأربعاء مع الخميس من هذا الأسبوع بإذن الله سجل يوم عشراء يوم النصر ويوم التمكين ويوم البشر لماذا شرع صيامه وما أصله صاحب الفضيلة طبعا رؤية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة وأن أهل مكة كانوا يصومونه أيضا قبل الهجرة قبل الهجرة رؤية هذا عن بعض أهل العلم ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فيه فرعون فقال نحن أحقوا بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام وكان أيضا كما ذكر ذلك أهل التفسير كان صيام عشراء واجب لم يكن مستحبا كان واجبا فلما فرض رمضان نسخ وجوبه فأصبح مستحبا وهو يوم شكر ويوم مغفرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحتسب عند الله أن يكفر سنة قبله فهو يمسح سنة كاملة يعرض من الذنوب مضت يتصوم عشر ساعات حولها فيغفر الله سنة كاملة من خطيانا ورزيانا وذنوبنا ومعاصينا يعني ساعات بسيطة بلا شك هل لا أن نطل معكم حول نجاة موسى عليه السلام في مثل هذا اليوم نعم هذا اليوم هو الذي قال قوم موسى كما ذكر الله في القرآن قالوا يا موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي يا ربي سيحدين حصر فرعون موسى عليه السلام هو بني إسرائيل الذين آمنوا معه وجمع لهم ألوفا مؤلفة من جيشه ليحصدهم عن بكرة أبيهم وأقبلوا على البحر فالبحر أمامهم وفرعون وراءهم فكان موسى لا يدري كيف سينجيه الله المهم أن الهلاك في نظر الناس حاصل إما غرب أو قتل يا موسى إنا لمدركون بالتأكيد هذه صيغة التأكيد إنا لمدركون إنا لمدركون إنا لمدركون قال كلا كلا تستعمل في النفي وقطع كلام المتكلم كلا إن معي ربي سيهدين سيدلني على النجاح وعلى الطريق كيف لا أدري المهم أنه سيهديني كيف سيدلني لا أدري كيف سينجيني لا أدري لكنه سينجيني كيف سيشفيني سيشفيني لا أدري كيف يشفيني المهم أنه سيشفيني كلا إن معي ربي سيهديني فأمره الله عز وجل بأن يضرب بهذه العصة الجامدة الميتة التي لحيات فيها البحر كان يضرب بها الحجر فيتفجر إثنى عشر عينا عصة جامدة ليس فيها شيء لكن قدرة الله عز وجل فأمر به فضرب بها البحر فانفلق إثنى عشر واديا لكل صبت من أصباط بني إسرائيل ممرا في هذا الوادي قبل لحظات بحر يهدر مليء بالحيتان والأسماك والأشاب البحرية وكل شيء ولان طريقا من الأرض يبسا كما وصدت جاف لا حياته فيه وكأنه لم يمر عليه قطرة أمام وينظرون عن يمينهم وعن يسارهم البحر عن يمينهم والبحر عن يسارهم وهذا وادي في جوف هذا البحر طريقا يابسا فيدخلون معه حتى خرجوا منه فقال الله لموسى أترك البحر رهون البقية والشأن كله أول وآخره من شأن الله فجعل الله حتى خرج آخر تابع من أتباع موسى من البحر ودخل آخر جندي من جنود فرعون البحر فأطبقه الله عليه فنجى موسى وأهلك فرعون وقومه لما رأى فرعون هذه الحقيقة التي لا مناص فيها قال الله في وصف هذه الصورة حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت يقولون بعض المفسرين لو كان فرعون صادق في إيمانه قال مباشرة آمنت بالله صحيح لكن سوى مشروع طويل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الكبر والغطرسة حتى في هذه السكرات والغمرات لذلك قال الله ألا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك يوم عشر لتكون لمن خلفك آية وما زال آية وعلامة على قدرة الله في ذلك اليوم هذا يوم النجاة لذلك الله عز وجل قال في آية أخرى قال فَقُطِعَ دابرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِ قال هذا التفسير ينبغي حمد الله عند قطع دابر الظالمين ذكر هذا إذا الطاهر بن عشر في تفسيره كلام نحوه متى جاء الحمد؟ بعد هلاك الطغة فَقُطِعَ دابرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَانتهت وانطوت صفحة فرعون و كبرياء و عظمته لذلك في آية جميلة وصفت هذا المشهد العظيم حين قال الله كم تركوا من جنات و عيون و نعمة و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكين كم تركوا بسبب الطغيان و محاربة الله و أنبيائه و أوليائه كانت نهايتهم و الهلاك و البوار و كان فوز موسى و تمكينه و تنصيره فالله عز وجل خلد هذه الذكرى و أعظم تخليد له أن المسلمين يصومونه إلى اليوم إلى قيام الساعة فالله إذا أحب شيئا خلد ذكراه و أثره إلى قيام الساعة أحب نجاة موسى و قومه و هلاك فرعون فأبقى هذا اليوم مشهودا إلى قيام الساعة أحب الكعبة فأبقاه إلى اليوم أحب مواطئ أقدام إبراهيم فموجودة إلى اليوم أحب سعي هاجر بين الصفة و المرأة فنسعى إلى اليوم أحب زمزم فتهدر إلى اليوم أحب محمد صلى الله عليه وسلم فأبقى دينه إلى قيام الساعة فالله إذا أحب أثرا أبقى أثره و ذكراه إلى قيام الساعة فكان كذلك يوم عشره جميل سبحان الله يعني التشابه بل يكاد يكون تماثل بين دعوات الأنبياء رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم قضية الإخراج ثم قضية التطمين للأصحاب موسى عليه السلام يخرج و يطارد محمد صلى الله عليه وسلم يخرج كذلك و يطارد إبراهيم و إبراهيم و غيرهم موسى هنا لما خرج يعني يقول أصحابه كما ذكرتم إنا لمدركون قال كلا إنا معي ربي سيهدين يطمئن الرفاق و أصحابه في أحلك المواقف كذلك محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار إذ يقول له صاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذن هي سنة ماضية سنة المطاردة ثم في المقابل سنة التطمين النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في غزوة الخندق أحدهم كان لا يستطيع أن يخرج ربما لقضاء حاجته و مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنهم و يبشرهم بفتح كسرى وقيصر و حصون اليمن فهذا حقيقة معلم يجب أن لا يمر مرورا سريعا صحيح لذلك الله قال أيضا بعد قصة إبراهيم قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين سنة الله مع الانبياء كله في غزوة الخندق كما ذكرت لما صعبت صخرة في جوه الخندق على الصحابة قال فنزل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم و كنا يعني الصحابة كل صحابة رابط على بطنه حجر قال فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا على بطنه حجرين فلما ضرب بالمعول أضاء الخندق الشرارة قال الله أكبر فتحت قصور الشام فضرب أخرى قال الله أكبر فتحت قصور اليمن فالمنافقون قال أحدنا لا يستطيع يقضي حاجة وهذا يقول فتحت قصور الشام ولا الصحابة يقولون صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والمنافقون قالوا هذا ما وعدنا الله وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا مع أنها نفس المعطيات ونفس الحدث هم يرون نفس الحدث لكن مع ذلك سبحان الله اليقين الذي يملأ قلوبهم جعلهم يستبشرون بل يتيقنون تماما بمعود الله عز وجل ومعود نبيه الله عز وجل يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذه القضايا وعفوا هذه الآيات كانت تنزل وهم في أحلك ربما المواقف وفي أحلك الساعات لكن في قلوبهم يقين كأمثال الجبل صحيح لذلك ما هو الفرق بين المؤمن والمنافق المؤمن يؤمن بوعد الله سواء دركه عقله أو لم يدركه شاهده أو لم يشاهده المهم سيحدث ما وعدنا الله ورسوله المنافق لا يؤمن إلا بما يراه بالمشاهدة لذلك الله مدحاً لمن قال الذين يؤمنون بالغيبي والشهادة الشهادة هون يعني المشاهدة فهذا الفرق بين المؤمن والمنافق وفعلاً milli صلب فتحة قصور الشام وفتحة اليمن وبعدها أيضا طمن أصحابه بعد أن أهلك الله لحزابه هربوا قال الله أكبر اليوم نغزوهم ولا يغزونا الله أكبر إذن معاد فيها الآن غزوة دفاع الغزوات القادمة غزوات طلب وفتوح فكان كذلك وفتح مكة وانتشرت بعد ذلك فتوحات المسلمين في كل مكان إشارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ماذا كان يعني يقصد صلى الله عليه وسلم قال العلم أن المقصود حتى يتميز صيام المسلمين عن صيام اليهود في مخالفتهم فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع أي يوما قبله لتمييز صيام المسلمين عن صيام غيرهم ولكنه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يصوم عشورا إلا يوم واحدا وهذا كما ذكر ابن القيم يعني أفضل صيام عشورا عشورا يوما قبله يوم بعده أو عشورا هو يوم قبله أو عشورا كما ذكر يعني في هذا الترتيب جميل إذن عشورا كان فرضا ثم لما فرضا صيام ربضان أصبح سنة يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما توجيهكم للآباء والأمهات والأسار والعوائل فيما يخص صيام أبنائهم مثلا أولا التوجيه لنفسي أنا وليخواني تذكر دائما فضائل الأعمال فضائل الأعمال تزيد الرغبة في الطاعة والنفرة من المعصية لما تذكر مثلا صلاة الضحى 360 مفصل 360 صدقة وصليها وإذا غفلت عن الفضيلة نسيتها فكذلك يوم عشورا يعني عشر ساعات أو 12 ساعة أو فقط عدد قليل فيغفر الله لك سنة ماضية كاملة طيب إذا حفظت كل سنة فمعنى تموت وليس عليك شيء يا رب أما كبائر الذنوب ففيها التوبة فيها التوبة النصوح يتوب الإنسان وفي مكانه فيغفرها الله بالتوبة وهذه الصغائر والزلات واللمن يغفرها الله بمثل هذه يعني نقع يا شيخ في الغيبة والخطأ والزلل والنظر لكن يوم إن الحسنات يذهبنا السيئات فالله يغفر لنا ويغفر لكم اللهم أمين شكر الله لكم سعد الدكتور سلطان بن بدير اللتيبي أستاذ الدراسات القرآنية المشارك في جامعة جدة رئيس قسم علوم القرآن كنت ضيفا رائعا وحديثا ماتعا في النافذة الأولى عن الهجرة دروس وعبر ثم في النافذة الثانية حول يوم عشراء عبر وأحكام شكرا لكم شكرا لكم سيد الدكتور والأخوات وأسأل الله عز وجل أن يكون كل ما قلنا حجة لنا لا علينا هي للسبب هداية لنا ولذرياتنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام كان حديثنا عن يوم عشراء دروس وعبر فإلى كل المطاردين وإلى كل البائسين ردد معي بقلب يملأه الإيمان بموعود الله عز وجل كلا إن معي ربي سيهدين شكرا لكم ولفريق العمل في هذا البرنامج إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل نجباء ليحاور الجمهور في أحوالهم وليسأل العلماء عما شاء فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء منها في الدروب ضياء